اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا اليوم رح نتكلم عبدالله عن موضوع وايد مهم واللي رح يكون عن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في التحولات الرقمية بمختلف المجالات صح كلامة نورة اليوم طبعا معنا مستشار في الأمن السيبراني ونظم مبتكرة سليمان العروج واللي رح يشرح لنا شلون نقدر نستخدم هذا الذكاء الاصطناعي في تأزيز الأمان الإلكتروني وتحقيق استدامة أفضل هياك الله معنا في مساء الخير يا كويت الله يحييكم الله يعطيكم الصحة والعافية شكرا على استضافتكم هذه ونمسي على سادة المشاهدين بالكامل وأكيد اللي قاعد يستخدمون منصة 51 بحكم أن هذه المنصة شاملة لتغطي جميع برامج تفزيون لكويت فالله يعطيكم الصحة والعافية شكرا كواك الله أكيد إحنا وإننا نتكلم عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم المعلومات وإيضا التكنولوجيا في التحولات الرقمية بما أنك متخصص اليوم كمختص في الذكاء الاصطناعي سابقا كننسمع أنه كمصطلح وما كان فيه استخدامات كبيرة بالذكاء الاصطناعي بس خلال الست إلى ثمان شهور الماضية بدولة الكويت صار فيه استخدامات كبيرة للذكاء الاصطناعي ومنها تحليل البيانات استخدامها لتحليل البيانات يعزز ويساهم بقية الأنظمة السابقة أنها تكون مواقبة أكثر للحضارة والتقدم الرقمي بشكل متسارع فاليوم دولة الكويت مساهمة بشكل كبير من هذه النواحي جميل جميل سيوان شنو أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء نظم المعلومات اليوم لو بنتكلم عن نظم المعلومات بشكل عام نظم المعلومات وجدت لثلاثة أسباب السبب الأول وجود مشكلة حالية لا بد أن نحن نحلها السبب الثاني التقدم المتسارع في التكنولوجيا وإضافة مميزات أخرى والتي تأدي إلى تسهيل العملية سواء على الموظفين سواء على المراجعين سواء على جميع المستخدمين على كافة الأصعدة فاليوم وجود هذه الأنظمة واستخدامات البرامج وتحديثها يساهم في حل هذه الثلاثة مشاكل في نظم المعلومات وهذه الثلاثة اتجاهات خلينا نقول ما هي هنا في أكثر من تخصص وأكثر من مجاله وأكيد نحن بدنا نواقب العالم قبل شوية نسولف أن في الصين تم افتتاح مستشفى طبي يكامل بالعاملين والأجهزة كل المستشفى والقائمين عليه عبارة عن ذكاء إصطناعي فأحنا لازم بالكويت نواقب هذا التطور ودي أعرف أن شلون ممكن هذا الذكاء الإصطناعي يساهم في تطوير نظم المعلومات بطريقة أن تضمن لنا هذه الاستدامة والكفاءة والجودة العالية اليوم لو نتكلم عن الاستدامة بشكل أدق والحفاظ على البيئة والبصمة الكربونية نحن لدينا كنظم معلومات مصنفة إلى أكثر من جهة وأكثر من وزارة وأكثر من اهتمام سواء على صعيد وزارة التربية ووزارة التعليم العالي أيضا استخداماتهم منفصلة وزارة الصحة كقطاع طبي متكامل لهم استخدامات أخرى ونتكلم عن الاستدامة كتوجهات خاصة في هيئة البيئة أو شركات أخرى قاعدة تقوم باستخدام الذكاء الإصطناعي للاستدامة وتخفيف البصمة الكربونية اليوم في أحد أهم الأنظمة التي تم استخدامها نظام تدوير نظام تدوير هذا النظام يجمع ما بين المصانع التي تقوم بعملية إعادة التدوير وأخذ النفايات من جميع الوزارات أو الهيئات الموجودة أو أيضا الشركات الكبرى والمجمعات الموجودة بدولة الكويت يتم أخذ هذه النفايات أجلكم الله ويتم إعادة تدويرها مع هذه المصانع بحيث أننا اليوم نقوم باستخدام هذه الأمور بشكل منفصل لو نتكلم عن زيت الطبخ على سبيل المثال اليوم زيت الطبخ في دول العالم يتم بيعة ويتم إعادة تكيرر كبانزين عضوي واستخدامها بهذه الاستخدامات فاليوم هم أحد المنصات اللي موجودة ويتم استخدامها هي منصة تدوير قائمة حاليا على هذا المجال كتخفيض أو تخفيف للبصمة الكربونية وهذا كله كان بفضل الله سبحانه ثم بفضل استخدام وسائل نظم المعلومات والذكاء الاصطناعة بشكل أدق جميل كونك مختص سيمان شون تتوقع تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل البيانات ضمن نظم المعلومات والتكنولوجيا أشكرك على هذا السؤال أمارة حاليا أو خلال السنة اللي فاتت وما زلنا على تنسيق مع جهات الدولة أهمهم قوة الإطفاء العام اليوم قوة الإطفاء العام وطبعا نمسي عليهم بالخير اليوم الإنقاذ البحري اللي موجود في قوة الإطفاء العام بدأنا بتنسيق والانتهاء من استخدام منصة تسمى بالمجدمي منصة المجدمي وهو عبارة عن تطبيق بالهاتف التطبيق هذا لجميع رواد البحر أي شخص طال بحر تورط لا سمح الله صارت لا مشكلة يحتاج الإنقاذ البحري لخفر السواحل الخاص في الداخلية أو لخفر سواحل قوة الإطفاء العام بالأخص أو الإنقاذ البحري الخاص بقوة الإطفاء يساهم أن الخفر يروح ويوصل لمحتاج المساعدة بشكل أسرع إضافة إلى هذا اليوم استخدام الذكاء الاصطناعي في منصة المجدمي الاستخدام هذا راح يفتح لنا الشغلة من اللي نسميها الهيت ماب أو الخريطة أو الخارطة الحرارية نفس اللي أكيد الكل يستخدمها في برامج وسائل التواصل الاجتماعي الخريطة هذه تقول لك أكثر الناس اللي يكونون محتاجين خفر سواحل وإنقاذ موجودين بكبر ممكن بعضهم بعوها بعضهم بوربة فاليوم يتم استخدام هذه المنصة والانتهاء من التنسيق فيها مع جميع القياديين وإدارة نظم المعلومات بالأخص في قوة الإطفاء العام باستخدام المنصة هذه وتجربتها الحين على القوارب اللي خاصة فيهم إضافة إلى هذا على استخدامها في جميع جزر الكويت اللي موجودة في البحر الأقليمي وإيضا المساهمة في إيجاد المشاكل اللي ممكن تواجه الناس على سبيل المثال القارب هذا أو القوارب الأكثر اللي موجودة بها قاعدة تطبع إذن في خلل فوجود برامج الذكاء الاصطناعي المدعومة داخل المجدمين تعطي استباقية تعطي استباقية أسرع وحل لجميع المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في البحر على سبيل المثال المرابط اللي موجودة هل هي تكفي أم لا وجود الخريطة الحرارية تقول لي مدى وجود الأشخاص أو الكثافة اللي تروح من رواد البحر إلى بعض الجزر اللي موجودة فاليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي ممكن ينقضون ناس أكدوا أرواح في هذا المكان اللي سيما في البيئة البحرية عندنا إحنا حين تقول لي أنه في بيانات وفي تحليل البيانات إذن شلون إحنا نضمن من خلال تطبيقات هذا الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال في نظم المعلومات وإيضا التكنولوجيا خصوصا في المجالات الحساسة هذا الموضوع موضوع جدا حساس وموضوع مهم التكنولوجيا اليوم إذا نحتاج شغلة وحدة فيها عشان نطورها نحتاج إلى داتا هي المعلومات اليوم وجود دقة المعلومات هذه تأثر على البرنامج اللي سيتم صناعته أو النتاج اللي راح تطلع بسبب استخدام هذه البيانات اليوم طبعا ما شاء الله عليهم لإدارة نظم المعلومات اللي متواجدين في أغلب جهات الدولة مهتمة في الهيستوري الخاص في الداتا فاليوم في أحد الأدوات المهمة في البرمجة تسمى بال-ETL Extract Transform And Load اللي هي أخذ وتحويل ووضع البيانات هذه ناخذ البيانات القديمة بالكامل يتم تنظيفها يتم تعديلها يتم وضعها في جداول معينة مخصصة لمشكلة ما ومن ثم وضعها داخل النظام بحيث تعطيني دقة وأمانة عالية وشفافية كبيرة أيضا باستخدام أي برنامج يتم استخدامها معهم بناء على احتياجهم أكيد ممتاز التطور مستمر في موضوع الذكاء الأسناني شون تتوقع أن التطور راح يكون في هذا المجال خصوصا بالنسبة لنظم المعلومات خلال السنوات القادمة وشو راح يكون تأثيره على الاقتصاد الرغمي أيضا أسألتكم ماشاء الله أسألتكم جدا مفهمة وفي المكان الصح اليوم دول العالم كلها تتوجه بشكل كبير من أكثر من عشرين سنة تقريبا أحد أهم مؤتمرات العالم التي تكون موجودة في دبي يسمى بجايتكس مؤتمر جايتكس نفسه أحد المؤتمرات التي نحرص بشكل مستمر على حضورها وانتهى من ثلاث أيام تقريبا فكانت هذه الأسئلة والمؤتمرات موجودة لخدمة الاقتصاد الرغمي اليوم الاقتصاد الرغمي عشان نقدر نسوي ونعزز مدخول الدولة كإراد غير نفطي وهذا توجه مجلس الوزراء لكويتي اليوم صار فيه توجه كبير لتعزيز إرادة الدولة الخاص باستخدام أي شيء آخر باستخدام الذكاء الاصطناعي أو البرامج أو أي أن كان فيه التكنولوجيا لتعزيز إدخال الدولة وإرادة الدولة الغير نفطي ولكن جوابا على سؤالك هذا اليوم الاستخدامات اللي لابد منها لتعزيز التكنولوجيا هي تنبني على شغلة واحدة بما تسمى الابتكار اليوم لابد من الإنسان أن يكون مبتكر عشان يقدر يحلل المشكلة عشان يقدر يخلق نظام يديد ومستدام نفس ما قلت لكم في بداية اللقاء اليوم الأنظمة القديمة اللي موجودة عندنا لابد أن يتم استخدامها في الأنظمة الحالية أو الأنظمة المستقبلية فاليوم موجود الأنظمة هذه كخدمة سابقة لابد من تطويرها اليوم أيضا عندنا أحد أهم التطبيقات اللي موجودة في الدولة وطبعا نشكر المعلومات المدنية عليها والفريق القائم عليها تطبيق سهل اليوم هويتي اليوم أنا أكاد أجزم أن العديد من الناس لا يفعل التوقيع الإلكتروني توقيع الإلكتروني من أهم الأمور التي كنا سباقين فيها في الخليج العربي وما زلنا سباقين حتى سيستم الوزارة الصحة للتقارير وغيرها صحيح وطبيات الإلكترونية أيضا صحيح نحن استخدام الشغلة هذه كبداية لابد من أرشفة الورق اللي موجود عندنا وجود نظام ما يسمى بالدوكيمنت مارجمينت سيستم لإحتواء هذه الوثائق ووجود نظام آخر لإرسال الوثائق كأنظمة تراسل وجود نظام رابع أو خامس للتوقيع الإلكترونية اليوم ما نحتاج أن نوقع توقيع ورقي أو إضافة صورة على التوقيع باستخدام بعض الأنظمة اليوم الدولة قاعد ساهم في التحول الرغمي بشكل كبير بس إحنا إن شاء الله ننبادر معهم نتطلع بالأكلر أكيد تبارك الرحمن أكيد بشبابها اللي عندهم العزيمة أكيد لهذه المواكبة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وحتى مجال الاقتصاد الرغمي أقول لك كل الشكر أكيد للأستاذ سليمان العروج مستشار أمن السيبراني ونظم مبتكرة أكيد كل شكر له أكيد شكراً وإحنا مستمرين معكم ومشاهديننا في مساء الخير يا كويت ولكن من بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر